اليوم مع نتابوكت سوف نخدم إلسا اين غوب ما سرعت في الفيلم التاح وما لبسيته اين غوب تاح حلويات الطريقة بالتفصيل يلا معايا جيبوا البوبية تاعنا هنا انا خيرت إلسا بسكوب تغطي تحبها وهذا كان قادو دانيفيرسا نحتلها الأغوب هذيك وبعدها جبت غلاف هذا غلاف تاع الورد كان عندي اخدمت به نحتل هذيك الأغوب واخد امتلاء النطخ وغوب بالغلاف هذيك نجيب هذيك امتي تباقتي ونلسقها بالبيستولي وبعدها نقطع زيادة بالمقص ونجيب حاشية اللي سقها لها في الوسط نجيبت شوميز وانيقولكم شوميز ماشي سو شوميز ليسو شوميز يجو ارقاق بزع نجيب هذيك نخدمها على شكل كورني وبعدها نقطع زيادة نجيب كرتونة نحطها في الوسط ونزيد النقص زيادة من كورني التاعي من بعدها نقطع هذيك الأطراف باش نلسقهم بالبيستولي بعد ما كملت السقت رح نقطع شوية مجهر فغانية بالمقص رح تقطعوا شوية برك وتحطوا سيو البوبية تاعكم اذا جد اذا ما جدش تزيدوا تقطعوا شوية برك لانه كانت تقطعوا بزافة رح تجي كبيرة بزافة للبوبية وتعيينة في الخدمة ومجيش شابة ثانيك هنا نسحق سيلوفان نقطع مجهر فغانية صغيرة والذي ساقها بسكوتش من الأطراف كامل والذي ساقها في الوسط وبعدها الساق الطرف ومن بعد نجيب شوكولة ماكسون أنا كانت عندي ماكسون خدمت بها بس تقدروا تعميزين ولا تقدروا تعمرها هنا تحطوا فيها الحلوية بسكوتش ثانيك والذي ساقها والذي ساقها هذا سيكون أجمل كادو درتوا في حياتكم سورتوا سورتوا اللي في اللي يحبوا اللي بوبية يوالم هذي كون كادو دان امفرسير ولا بيدون أي مناسبة حاجة بزاف شابة ان شاء الله تعجبكم نقطع زيادة سكوتش من الساشي التاعي من بعدها نعمر اللي زودخو الساشي شحل نسحق يعني ونكمل الخدمة هنا سوف نبدأ خدمه بالبيسطولي سوف تحضروا شوية كولاديران وتحطوا الساشي التاعكم سوف تحضروا من الجهة الفغانية وتدوروا كامل على الكورنيت هنا بالنسبة للبيسطولي البيسطولي لا يجب أن يكون سخون بزاف يعني تشعلوه يسخن وعود يطفوه وتبدو تخدمو به نورمال كيف تشوفوا تشعلوه ويعود يسخن لا يجب أن يكون سخون بزاف لانه سوف يعييكم في الخدمة سوف يبدو له كليساشي لا يشدوه رواحهم ثم ثم ويتطولوه في الخدمة ترجمة نانسي قنقر نقطت انتقر كليساشي ثم اثناء سوف نبدأ سوف نحصل الزوح حسن أضع غاب تحت نضيف الغلاف الحمر نضيف الغلاف الحمر ونضيف الغلاف الحمر ونضيفه بالنسبة للجهة ثم نكمل ثم نضيف الغلافات نضيف الغلاف ثم نضيف الغلاف الفرص ثم نضيف كلا نضيف بالنسبة للزيجون سوف نجلب حشية حمرة كل شيء حمر في حمرة نلسقها بالبيستولي و نضيف طيات صغار إن شاء الله تكون واضحة الطريقة كل شيء حمر في حمرة ونلسقها معادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امريكا اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة بشكل تجديز مستخرج لا تنسوا إذا عجبتكم الفكرة خلو اللي يرايكم في التعليقات وفعلوا زر الجرس بشيل حكم جديد وما تنسوا شمع ريتا بوكت كل يوم فكرة جديدة وبوكي جديد